كنرحب بكم متابعين الأوفياء وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم مافئة الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وديم فيديو جديد ووصفة جديدة وديم الوصفات الرمضانية إن شاء الله سنحضر مع بعض أنجح وصفة الرايب اللي ممكن تعتمدوها سواء في شهر الفاضيل أو في اليوم العادية وصفة اللي نجحة بكل مقاييس نجحة من أول جريبة وستير كله في خمسة دقائق سيأتي لكم رايب اللي هو أعاقد 100% كيف العادة كنرحب بالإخوان والأخوات لكي تحقوا بالقناة كنقولكم مرحبا وأرف مرحبا بكم كنتمنى المحتويين لإعجاب ديالكم ويروكم على بركة الله سنبدو الوصفة ديالهم إذا لم تتمشيوا فين خليكم معي بشتوفوا الوصفة من الأول حتى الأخير مع جميع المراحلية لتحضر على بركة الله كنرحب بكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وسنبدو الوصفة ديالنا على بركة الله وكأول قاعدة سننزل المقادير في المكونات سنحتاجه كالتالي جوج لتر من الحليب جوج علاب الياغورت أي ضوء كتفضله كي يبقى حسب الرغبة ديالكم عندنا جو ساشيات السكر فانيليا ستاد المعالق ديال السكر حبيبات الساندة اللي كتكون رقيقة ودائما الحلاوة ممكن نقصه ولا نزيده على حسب الرغبة فبالنسبة لي خدمت معاكم مجه أنواع ديال الحليب مختلفين من بعد سنرى النتيجة مع بعض على بركة الله سنأخذ سواء كاسرول أو طنجرة وسنضيف فيها لتر من الحليب هنا ستعملوا سنترال جودة أي نوع عندكم متوفر يعني الكارتون العادي جدا سنضيف لتر من الحليب وسنضيف عليه ساشي ديال سكر فانيليا ممكن تستعملوا بودر فاني واحد نصف معلقة صغيرة هكا باش كنعزو المضاق ديال الفانيليا إلى بغيناه بدوق الفاني سنضيف معاكم كلتا المعالق كبار ديال الساندة اللي تكون رقيقة بالنسبة للإخوان والأخوات كيف تلوها كالرايب يكون شوية نقص الحلاوة فانتوما غادي تضيفوا من معلقة حتى الزوج فقط هناك فيما غا تلاحظوا معايا غادي نحضر معاكم معاو الثاني الرايب بالحليب ديال جودة ولا سالم يعني الحليب اللي كتكون فيه مدة ديال الصلاحية ولا التاريخ كيكون طويل لأن كين أخوات سولوني على هاد القضية هذي وقلت لي ما لا نحضر معاكم هكا جود الأنواع بجود ديال الحليب اللي مختلفين ضفت معاكم ساشي ديال السوكر فانيليا وكن ضيف ثلاثة المعالق ديال الساندة اللي كتكون رقيقة يعني غايتبعوا معايا هاد الفيديو هادا بالخصوص غادي نعطيكم فيه جميع النقاط والتفاصيل باش هاد الوصفين ان شاء الله تنجح معاكم من أول تجربة هنا إلا لاحظوا معايا رديتهم بجوج فوق نار اللي كتكون متوسطة ماشي نار مهيلة وماشي عود ثاني نار اللي كتكون ميتة يعني نار اللي كتكون متوسطة يعني لاحظوا معايا دائما كنحركوا هكا باش كتدوب معانا ذاك ساندة إلا لاحظوا معايا فالحليب هنا بدأ كيسخن مزيان وبدأ كيطلع الفار يعني كنخليو هكا الحليب دينا حتى كيجيبنا الغلية يعني هنا اتردو يعني بالكم مع الحليب كتبقاوها كره تدير بالعليه حتى كيبغاي يجيبalgلية وعادك تنقص النار يعني هذه اهم نقطة تردو لها البال يعني لاحظوا معايا هنا اوصل لي الحليب لدرجة الغلايا وعاد ينقص عليه وكنخليه على نار اللي كتكون مهيلة المدة ديال الخمسة دقائق يعني كنعطيه واحد خمسة ديال دقائق كي يغلي على نار اللي كتكون مهيلة باش هكا كتنقص دك كميات الماء اللي كتكون في الحالب وهكا كيجينا الريب دينا عاقد وكيينجح معانا من أول تجربة وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة لإخوان والأخوات اللي كيلتحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا وأرث مرحبا بيكم كنتمنا المحتوى اللي كندرج معاكم إينا الإعجاب ديالكم ويروقكم وكيف العادة كنعتادر من الأخوات اللي طلبوا مني بزاف ديال الوصفات إن شاء الله غير لما نسالي هكا الخدمة كاملين إن شاء الله بحول الله هنا إلا لحظته معايا بالنسبة لهاد الكاثر والهادي فهي طلعت الغلية كننقص هكا البوطاء دائما النار اللي كتكون مهيلة من بعد ما كيغلي الحليب كتكون النار متوسطى غير كيغلي من الحليب يعني كيطلع هكا بذك الغلية وكننقص عليه خمسة دقائق كنحسبوله على نار اللي كتكون مهيلة يعني ضروري من بعد فإحنا كنحيدوا الحليب ديالنا وكنحطوه فوق سطح العمل غير كتهود الحرارة ديالو على الأقل كنديروا الأصبوع ديالنا هكا في ذاك الحليب وكنتحملوا ذاك الحرارة يعني كنحاول وسط لكم الفكرة يعني مش يكون هكا جار البرودة يعني الحليب ديالنا يكون جار السخونية يعني ذاك الحرارة فإحنا كنتحملوها في حالة وقعتوا في واحد الإشكال أن الحليب ديالكم برد يعني يدفع ومردسوش له البال ضروري تردوه فوق النار كي يسخنوا واحد شوية فبالنسبة لهذه الوصفة هذه دريني درجتها معكم بهذه الطريقة هذه يعني الحليب من أنك تحطوه فوق سطح العمل وكتبط لكم ليه الحرارة كثير من القياس ردوه فوق النار كي يسخنوا واحد شوية وعادك تخدموه به عادي جدا باش هكا ينجح معكم إن شاء الله مليار في المياه يعني لاحظوا معي هنا كندير الأصبوع ديالي في الحليب فأنا كنتحمل الحرارة ديالو عادي جدا وكنضيف علباء ديال الياغورت يعني يومي كنتستعمل هنا بدوق الموز أي نوع عندكم خدمو به سواء دوق الفانيليا دوق الفريز يعني كيبقى لكم على حسب الرغبة ديالكم يعني دائما انتوما كتنسمو باش مما بغيتو كيف ما كان قولكم دائما نردو البال فبنسبة لي أنا تنجرى لها تحرقت مشوية وحت شوية من الجنب لذلك فأنا ما غديش نوصل لذلك الجنب هاداك لذلك دائما نردو البال ودائما مع التحريك المستمر باش هكا الحليب ديالكم ما كيتتحرقش وتالكا سرول ولا تنجرى ديالكم ما كيتتحرقوش فأنا كنحاول ندرج معاكم جميع تفاصيل مدقوش راني كنخبع هادي ونخلي هادي كندرج معاكم جميع الاسرار والنصائح باش اي وصفة ننجح معاكم ان شاء الله بإذن الله هنا بعد ما خلطنا ذلك الياغورت بجوجبهم كنناخد هكا البلاتو ديالي اللي في هكا الكيسان ممكن ستعملوا الكيسان ديال عمبة للكيسان ديال الرايب ولا هادي الكيسان اللي بليد يعني عادي جدا احنا ما نديرو لما طايب لاتشي حاجة كان ملقو الكيسان انتو ما حاولوا انكم تملقو الكيسان مزيان مزيان فبالنسبة لهذا الكيمياء اللي درجت معاكم فهي كتتخرجنا تقريبا ثمانية ديال الكيسان من هات الشكل هذا كيكونوا حتى الفم عامرين فبالنسبة لي انا ما عمرتهمش بزاف انتو ما ممكن جوجليتر من الحالي بتعطيكم ثمانية ديال الكيسان كبار وغادي ندوزو باش كنغلفوهم مباشرة ما كانت تنوش عليهم لان دا بالجورة بارد وحنا ما غرضناش ان داك الحليب هكا تهود الحرارة دياله كان ناخدو واحد البانيو يكون كبير كان نفرشو في واحد الملاية اللي كتكون صغيرة واحد الفوطة على هات الشكل هذا كان حطو بلاستيك ديالج دريال يعني انادرت هنا جوج معاكم مش بلاستيكات وكانت فهكا الرايب ديالي يعني حاولت انني ما نسرعش الفيديو وعلى حسب الاخ اللي طلب مني انني ما ندرش هكا سرعة كتيرة في الفيديوهات باش هكا يكونوا تفاصيل كلها واضحة ويكون هكا الشرح واضح وانفهم كان ناخد هنا البلاستيك ديالج دريال وكانغلف هكا ولا كانغمو داك الكيسان مزيان 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 كانزيد واحد البلاستيك واحد اخرى بالتجاه المعاكس على هات الشكل هذا لاحظوا معايا كانزيد ميكا واحد اخرى ضروري لاننا ناخد نغلفوهم مزيان وكانغمو داك الكيسان ديالنا ضروري باش ان شاء الله الوصفة ديالنا تنجح معانا من اول تجربة لاحظوا معايا بعد ما غلفت هكا داك الكيسان كنطويع لهم هاد الفوطا ولا الملايا ولا اللي عندنا اهم حاجة اننا كنغلفو داك الريب مزيان 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 باش كنخليوه هكا كيختامر على خاطر خاطره لاننا غادي نخليوه ليلة كاملة فالماكسيمو فاش كيكون الحال برد كنعطيوه 12 ساعة اما مني كيكون الجو سحون فهو كياخد معانا تقريبا ما بين 8 ساعة حتى العشرة الساعة كيكون واجد يعني من بعد ما دوزنا ليلة كاملة غادي نفتح معاكم باش تشوفوا الريب اقتن بالله راني قدامكم يعني ما فتحتش عليه زي ما حتى شفت كيف جاء عاد تشاركس معاكم لا بالعكس يعني مباشرة قلت كيف مكانت النتيجة غادي تشوفوا هكيف ما هي يعني لاحظوا معايا غادي تلاحظوا بان رايب اللي ناجح بكل مقاييس يعني صدقوني غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الوصفة بالخصوص أراها سبق ليا درجتها معاكم وغادي نعاود نخلي لكم الروابط في الصندوق الوصف باش ان شاء الله بحول الله أي حاجة حضرتوها معايا إلا وتنجح معاكم بإذن الله يعني لاحظوا معايا رايب تبارك الله ما شاء الله عاقده وعد غا ندخله للتلاجة غادي زيدي تماسك أكتر وأكتر يعني الطريقة اللي سهلة بمقادير اللي بسيطة وخدمتوا معاكم بجوج أنواع ديال الحاليب رايب اللي هو يعني في المتناول بدون إضافات يعني بمواد اللي كان عارفوه أشنو كان حضروا تحضروا هكا الوليدتكم العائلة ديالكم شي حاجة اللي طوب دو طوب كيف ما غا تلاحظوا معايا أم بعد ما جبت الكيسان ديالي تسعود ديال الكيسان كان ديلهم هكا السلوفان ولا بلاستيك كان دخلوا متلاجة على الأقل واحد ساعتين وكان جبتهم هكا لاحظوا معايا الشكل النهائي ديال الرايب اللي هو رايب عاقد وستير كله كيف ما قلت لكم في خمسة ديال دقائق سمحوا لي على كثرة الكلام إنما حاولت ما أمكن وصل لكم الوصفة كيف ما هي وكيف ما بغيتها تنجح معكم بإذن الله إذن وصفتنا وصلت نهايتها وكيف العادة ما سختش بكم متابعين الأوفياء كان رحب بالناس لي الله كيف تحقوا بالقناة كان نقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كانت من المحتوى اللي كان درج معاكم إلى الإعجاب ديالكم ويروقكم وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بالبرتاج للفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء والمعارب ديالكم باش هكذا كتعم الفائدة وكتحفزوني نعطيكم دائما وصفات لي كتكون سهلة متنوعة ومختلفة في نفس الوقت وما تبخلوش عليها بالتعاليق والآراء ديالكم الزوينة اللي دائما كتحفزني نعطيكم الجديد والمزيد إذن وصفتنا وصلت نهايتها وكيف العادة ما سختش بكم دمتم في رعاة الله وحفظي إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة